بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد أرحب بكم أخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم من الآداب الإسلامية وسنتحدث في هذه الحلقة إن شاء الله عن آداب الرؤى والأحلام مما لا شك فيه ولا ريب وكما هو معلوم عند كل مسلم ومسلمة وعند كل مؤمن ومؤمنة وكل بني آدم والإنسان أن الله سبحانه وتعالى خلق الليل والنهار وجعل النهار معاشا للناس يكتسبون فيه الرزق ويكافحون فيه من أجل الرزق وجعل الليل للراحة والنوم فقال الله سبحانه وتعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا ففي النهار يخرجون الناس كل الناس يغدو في رزقهم وفي كسب معيشتهم وفي الليل يهدؤون ويرتاحون وكذلك ينامون وقد ذكرنا في حلقات سابقة شيئا من آداب النوم وكذلك شيئا من آداب الاستيقاظ وفي هذه الحلقة إن شاء الله سنتكلم عن آداب الرؤى والأحلام كل بني آدم والإنسان قد يعتريه ما يعتريه ويعترض عال نومه شيئا من الأحلام وشيئا من الرؤى من أجل ذلك شرع لنا ديننا الإسلامي وكذلك شريعتنا الإسلامية آدابا ينبغي أن نتأدب بها في حال أن رأينا حلما من الأحلام أو رؤية من الرؤى وهذا يدل على كمال ديننا الإسلامي وشريعتنا الإسلامية ومن الخصائص الذي اختص بها ديننا الإسلامي وشريعتنا الإسلامية على جميع الشرائع وجميع الأديان بأنها شريعة شاملة وكذلك صالحة لكل زمان ومكان وفي كل جوانب الحياة تحدث بها ديننا الإسلامي وشريعتنا الإسلامية ومن ذلك ما يتعلق بالرؤى والأحلام الرؤى والأحلام أخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات تأتي على ثلاثة أنواع أما أن تكون رؤية من الله سبحانه وتعالى وأما أن تكون حلما من الشيطان وأما أن تكون حديث نفس أو أفغاث أحلام فالرؤى والأحلام ليست على وطيرة واحدة وليس على صنف واحد وإنما على ثلاثة أصناق أما أن تكون رؤية من الله سبحانه وتعالى وهذا هو أمر طيب وأمر حسن من الله سبحانه وتعالى وأما أن يكون حلم من الشيطان يغذفه الشيطان في نفس بني آدم ونفس الإنسان وأما أن تكون حديث نفس أو أفغاث أحلام أشياء وأمور تحدثت بها قبل نومك ورأيتها حال نومك فديننا الإسلامي وشريعتنا الإسلامية جعلت لكل حالة من هذه الحالات أحكاما شرعية ينبغي وآدابا إسلامية ينبغي أن نتمثل بها إذا مر علينا شيء من هذه الرؤى أو شيء من هذه الأحلام ونبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرؤية الصالحة من المبشرات كما أنه سبحانه وتعالى أخبر أنها جزء من أجزاء النبوة وهذا ما ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبقى من النبوة إلا المبشرات فقالوا يا رسول الله وما المبشرات فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة ترى للمؤمن أو يرى له وفي حديث آخر وهو كذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤية الصالحة جزء من ست وأربعين جزءا من النبوة عدنا إليكم بعد الفاصل إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات من خلال برنامجكم من الآداب الإسلامية وقد تحدثنا قبل الفاصل أن الرؤية الصالحة هي من الله سبحانه وتعالى وهي كما أخبر نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من المبشرات كما أنها جزء من ست وأربعين جزءا من النبوة كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله وسلامه عليه هناك آداب ينبغي أن نقوم بها وأن نتأدب بها إذا رأينا رؤية صالحة أو رأينا حلما سيئا ومن هذه الآداب ما ذكره نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم رؤية صالحة فليحمد الله سبحانه وتعالى وليخبر من يحب ومن رأى رؤية سيئة فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولينفث عن يساره ثلاثا وليقلب جانبه ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضر هنا نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن الآداب التي نتأدب بها حال رأينا رؤية صالحة أو حلما من الشيطان فإذا رأينا رؤية صالحة ماذا نفعل نحمد الله سبحانه وتعالى لأنها نعمة من الله تستحق الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى ونخبر بها من نحب نخبر بها من نحب أما إذا رأينا أمرا سيئا أو حلما من الشيطان فما هي الآدابة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم رؤية سيئة أولا يستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولينفث عن يساره ثلاثا أي ثلاث مرات كذلك ينقلب إلى جانبه الآخر فإن كان نائما على الجانب اليمين ينقلب إلى الجانب اليسار أو العكس ولا يخبر بها أحدا فإنها لا تضر ولذلك ذكر كثير من أهل العلم ومنهم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنها حتى لو تكررت هذه الرؤية السيئة فإنه إذا التزم بوصايا وتوجيهات نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يخبر بها أحدا فإنها لن تضره بإذن الله سبحانه وتعالى وذلك بخبر الصادق المصدوق صلواته الله وسلامه عليه فأحيانا بني آدم والإنسان والمسلم والمسلمة والمؤمن والمؤمنة قد يرى أحلاما من الشيطان فإذا رأى هذه الأحلام يستعذ بالله من الشيطان الرجيم وينفث عن يساره وكذلك ينقلب إلى الجانب الآخر ولا يحدث بها أحدا وإن تكررت أكثر من مرة فأنه لا يحدث بها أحدا ويلتزم بوصايا وتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك إذا رأى الرؤية الصالحة يحمد الله سبحانه وتعالى ويخبر بها من يحب وأحيانا قد يرى أي واحد مننا رؤية يرى بها نبينا ورسولنا ومحمد صلى الله عليه وسلم ففي هذه الحال هل فعلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان به فمن هذا الحديث أخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات يتبين لنا أنه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فأنه قد رآه في اليقظة لا يتمثل به الشيطان ولن يستطيع الشيطان أن يتمثل بشكل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حتى نكون قد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم حقا لا بد أن نراه بنفس الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عنه وكذلك أخبرنا عنه صحابته رضي الله عنهم أجمعين فمن قرأ الكتب التي تتحدث عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم وعن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ككتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله وذكر فيه الصفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية كطوله وشعره وجسده وكذلك جسمه وكل ما يتعلق بشكل وبدن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ورآه كما وصفه لنا صحابته رضي الله عنهم أجمعين فأنه قد رآه في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل به كما أخبر بذلك نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ونختم أخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات هذه الحلقة بمسألة مهمة وهو ما يتعلق بتفسير الرؤى والأحلام عن طريق الوسائل الفضائية وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي قد يرى كل منا رؤية من الله أو حلما من الشيطان فإذا أراد تعبير هذه الرؤى فأنه يخبر بها من يثق بدينه وعلمه وكذلك من شهد له من الثقات بأنه أهل لتعبير هذه الرؤية ولا تكون على إطلاقها لأن كثيرا من الناس قد لا يحسن تعبير مثل هذه الرؤى ومثل هذه الأحلام فنتأكد من هذه المسألة وكذلك نحرص في هذه المسألة ولا نخبر برؤانا وأحلامنا إلا من شهد لهم الثقات بأنهم أهل الرؤية وكذلك أهل تفسير هذه الأحلام أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ويجعلنا هداة مهتدين غير ضلين ولا مضلين وإلى لقاء قادم في حلقة قادمة إن شاء الله حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة